في الميزان الأمريكي لم تعد عقدة الأسد أولوية مسار الأحداث على الأرض وفي الأروقة الديبلوماسية أوصل واشنطن إلى هذا الموقف الانقلابي على حد توصيف البعض السياسة الأمريكية براجماتية فالمسألة بالنسبة إلى البيت الأبيض ليست ربحا أو خسارة بقدر ما هي التكيف مع الظروف والتعاطي مع الواقع الإدارة الأمريكية التي وضعت كل أوراقها في سلة المعارضة السورية التي أردتها معتدلة تنبهت إلى أن حصانها لن يربحها السباق لاقت موسكو على رصيف الطريق خلطت الأولويات في الملف السوري فاتضح المشهد أمامها في ثلاثة أهداف أولا خلق درع عالمية أمريكية روسية وحلفائهما للقضاء على الإرهاب ثانيا القضية الإنسانية المتمثلة بحل أزمة اللاجئين والمحصرين من السوريين وثالثا خلق حوار سياسي سوري سوري في مرحلة انتقالية يتم فيها التعاطي مع الرئيس السوري متابعون للسياسة الأمريكية يؤكدون في هذا الإطار أن واشنطن إذا ما أفضت الانتخابات في سوريا إلى عودة الأسد إلى الحكم فإنها لم تتدخل فيها إذا ما أقرت بديمقراطيتها ويذهب هؤلاء إلى حد التأكيد اللامسة بالرئاسة السورية لسنتين على الأقل هذه النقاط الساخنة عادت إلى الواجهة مع بروز الوثيقة الأمريكية السرية التي لم ينفيها جون كوربي فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد مضمونها وإن وصفه بالتمهيدي الأهم في مقاله كوربي هو التواريخ المفتوحة حول توقيت الحلول في سوريا فضلا عن جرعة الدعم القوية للجيش السوري والمؤسسات الحكومية والتشديد على أن الشعب السوري يقرر مصيره وحرصه على توصيف الجيش السوري بأنه إحدى مؤسسات الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها بمهامها الأمنية خطاب روسي على لسان مسؤول أمريكي وهذا ما يتبلور في مقاله مساعد وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف عن أن قضية رحيل الأسد لم تطرح أصلا في فيينا وطرحها أمر مستبعد ربما يصح في هذا الصياق مقالته أواخر العام المنصرم صحيفة واشنطن بوست عن أن واشنطن تقول علنا إن على الأسد الرحيل ولكنها في الكواليس تتبنى استراتيجية بقائه ترجمة نانسي قنقر